ثاني على إحصائية تسجلها ليبيا بـ 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 1117 إصابة حالة الإصابة متفرقة بين مدن ترابلس مصر تزليت وبنغازي فضلا عن جدابيا وسبها التي حازت أكبر عدد من الإصابات وما زال الجنوب أكبر بؤرة لانتشار الوباء في البلاد وما زالت الإجراءات الوقائية ضعيفة مقارنة بخطورة الوضع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها عبد الحميد الفاخر قال في تصريح لليبيا الأحرار إن إصابة كورونا النشطة داخل المنطقة الجنوبية بلغت 400 حالة وحالة أي ما يعادل نسبة 50% من الإصابات على مستوى ليبيا مع تسجيل 100 حالة شفاء و20 حالة وفاة بمدينة سبها فقط أي حالة وفاة كل يومين وعن الفئة العمرية المصابة بالجنوب أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها أن فيروس كورونا أصب كل الفئات العمرية بالمنطقة الجنوبية فأصغر حالة عمرها أربعة أشهر وأكبر حالة عمرها 93 سنة مشيرا إلى أن فئة كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة هي الفئة الأكثر تضررا بالفيروس لا يوجد أي إجراءات ملموسة على الأرض بشان تطبيق الحذر وقفل المدن الصادر عن الجهات المسؤولة والحياة تسير بشكل طبيعي بمدينة سبها وباقي المدن بعض المواطنين بالرغم من ظهور أعراض الإصابة عليهم يرفضون إجراء أخذ العينات منهم وبعضهم مصابين واجرت لهم التحاليل ورغم خطورة وضعهم الصحي موجودون بمنازلهم ويرفضون الدهاب لمركز العزل وبعض المتوفين يرفض أهلهم أخذ العينات منهم مع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع المتكرر للكهرباء أصبح الوضع الوبائي في البلاد أكثر خطورة ومنذرا بدخول ليبيا في مرحلة جديدة من الانتشار الوبائي إذا ملتزمت المدن والمناطق الأكثر إصابة بتعليمات الوقاية والحجر في وضع صحي يعلم الجميع أزمته ونواقصه ومحاولة القطاع لم لمت جراحه من أثر الحرب اشتركوا في القناة